مرحبا بكم الناس الكل شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية غسيتنا لليوم صحية مية في المية سلاتة تعمل ستة وستين كيف اليوم مش حضروا مبعضنا سلاتة عدس بطريقة سهلة وبسيطة لاني اول حاجة عندي ساشي عدس مكنجل انا راني سبق وحكيت هاي لكم الحكاية في برشا مرات راو العدس ناخذو نغسلو مليح 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 بعد نفخه كما ما نفخ الحمص والنفخ اللوبيا اربع سوية حكاية بعد نحطو في ساشيات كينيج بدو في ساعة يتيب لي مية عطلنيش في التياب كو سواء في مرقة العدس ولا ستة عدس ولا في الروز جربي اي حاجة تسحقوش تحطو فيها العدس سيجيكم ساهل يتيب في ساعة وما يتولش في التياب دونك زيت عليه المية سخون هنا غميتو بالبيز توريقارند سنين تينثوم هذو ما دورهم بش ينقصوا من الغاز اللي في العدس معناها الغازات ويفوحوا قممتان بالقدي 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 لعدس سنتين باي باش نحطو الملح تاويكا بعد ما غليت مانا نساحكم ما تغطيوش التنجرح سينورو يفيدلكم عالقاز رباية ساعة لعدس سنتين احذروا ما شاء الله كما تشوفو متخليوه الشيه باع الاخر باش منظر السلاتة يبدأ مزيين جوزت هاكا كما تشوفو طاب ما شاء الله نطفيو عليه طوا نصفيو خليوه يبرد شوية ومش نحضرو سليتتنا مش نحضرو طوا المغيناد والسوس اللي باش نزيدوها للسلاتة باش ناخذو زيت زيتونة باش ناخذو فلفل اكحل وملح النعناع الشيه اللي يفوحها بالقدي بالقدي ولهنا انتي واختيارك كانوا عنديش قارس نهارتها في الدار دونك زيت مغرفة صغيرة خل متاع اللبيض متاع السلايت اذا كان عندك قارس تعمل عصره قارس زيته كيف كيف يبنن على الاخر هذي المغيناد متاعنا حذرنيه مش نبديو توفي تحذير السلاتة باش نحطو العدس مش نزيدو عليه كابتين تماتم مقصوصين دي كوب كعيبه فقوس مقصوصة كيف كيف دي كوب صغار لبصل فلفل اخذر كان عندك فلفل الوين تنجم تحط زيته تنجم زيت زيته مايس كان عندك زيته يبنن على الاخر زيتون مقصوص ومش نزيدو بطبيعة المعدنوس اللي يزيدو بنا على بنا هذو ما المكونات بتاع سليتتنا نزيدو بطبيعة المغينات ونحرك ونحرك فقاموه ها كعيبة اعضام من فوق مصموطة حطو كعيبه زيتون وهكا تكون سليتتنا حذرت ما شاء الله بنينا ما نحكي لكم إن شاء الله تكون عجبتكم غسية اليوم ما تنسيش كالعادة لايك على الفيديو ابوناي عشان يوتيوب مرحبا بيكم الناس كل